ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا نقربون لأله في سورة الزمر هناك في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون ذلك الكفار الخمسة حاجات قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون سيقولون الله بقولوا دا الله سبحانه وتعالى لكن شرك ماذا يعبدوا الله براه دارين يعبدوا الله معاه غير الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة توحيد ماذا ربهم إن هذا لشيء عجاب الليلة شرك شرك حتى في الربوبية زول مسلم أو يقول أشهد أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله ومره تصلي لي الله وتحفظ نفسه من الفاحشة والمعصية المخلة بالأخلاق وبعدها تقع السنتين ما أنجبت ثلاثة سنة يقول لك ما شير لي الفكيه الفكيه ليه يقول لك دا بيدي جنة كباشي كم أدى ولد قالوا كذي قصيدة قالوا فيها كذي كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير ما ستفل كم أدى طفل كباشي دا عقيدة والله ما اعتقدها شارون ولا بوش ولا أبو لهب ولا أبو جهل ولا فرعون ولا هامان ولا قارون ولا عقبة ابن أبي معيط ولا أبي ابن خلف ولا 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 من كفار الدنيا في ذلك الوقت وفي هذا الوقت يا إلا من شذ من هؤلاء ديلا اللي بنتكلم عنه ديلا هنا الشاذين الشاذون نسأل الله العافية يا جماعة زولي مش لي زولي قل الدين جنة أرفع يدك لي الله قل يا الله الدين جنة بدك إبراهيم عليه السلام قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بعد كبرت في السن قال ابن كثير عمره أربع وثمانون سنة أربع وتمانين سنة نبي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء تدعو الله يا الله جنة يدك مدك ده خير لك مره يا أخت روح الحاجة غير ما يتروح دهب يروح امشوا للشيخ يا الشيخ شوف لينا الرائحة وين شوف لينا كيف وكان جبتها ابنة ديك كذا ما حاصل حاصل في البال مرة الفاتت رجبوا معنا بوكس من هنا من بر الجامع ده حكوا لينا الحاصل ونحن عارفينه لأنه ألفوا فيه قصايد قال قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال نحن ننكر أولياء ما بننكر الأولياء لكن دهما أولياء وزول الدعاء الملغيب ده عدل الله كلامنا ده مش حار خايفين على الناس من عذاب الله صفة لله تدعو الله سبحانه وتعالى لعبد الله قال قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بل غيب باطن وظاهر والله تعالى يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب إياك تمش ليه فكيد قل لغنما اتراحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر